السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام مؤسف أن لا يتغير في أيامك إلا التاريخ وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع آنا بعد وفاة زوجها بعشر سنين وهي واقفة بتزور عند قبره وبيبقى معها جوزيف خطبها وبياخدها وبيمشو وبعد أيام بتقرر آنا وجوزيف يعملوا حفلة لإعلان خطبتهم وفي الحفلة بيحكي جوزيف لكل الحاضرين عن قصة تعرفهم وإنه قابل آنا في حفلة وبعدها اتصل عليها علشان يخرج معها وهي رفضت لكنه أصر على مقابلتها واستمر في محاولاته معاها لمدة سنة وهي مصممة إنها ما تقابلوش وقتها اضطر إنه يطلب إيديها للجواز لكنها برضو رفضت وبيقول إنها ما وفقتش غير من أسبوعين بس فبيبرك لهم الحاضرين وهم مبهورين وبتكون من ضمن المعزيم كلارا اللي بنشوفها بتنزل تحفر في الأرض وبتخب هدية كانت جاية بيها للحفلة وبعدها بتروح تشتري هدية تانية وبتغلفها وبعد شوية بيروح كلارا زوج كلارا وبيقول لأنا إن زوجته بتجيب لها هدية وجاية وبيكون سعيد بقرارها بالارتباط تاني بعد سنين من رفضها للزواج من وقت وفاة زوجها وبعد شوية بتوصل كلارا الحفلة بالهدية اللي هتقدمها للعروسة وتاني يوم خطيب أنا بيتعزم مع أسرتها على الغداء وبيقول لهم إنهم هيتموا الزواج ويعملوا شهر العسل في شهر مايو وبعد ما بيخلصوا أكل بتطفي أنا الأنوار وبتدخل بتورتة مليانة بالشموع وبتفاجئ مامتها إلى نور إن اليوم عيد ميلادها فبتفرح مامتها وبتطفي الشموع وهي مبسوطة بمفاجئة بنتها ليها وبعد لحظات بيفتحوا الأنوار فبيتفاجئوا بوجود طفل معاهم وبيقول لهم إنه عايز أنا فبيتصدموا كلهم وبيسألوه هو مين فبيقول لهم إنه هيقول لأنا بنفسه هو مين فبتروح له أنا وهي خايفة وبتسأله هو عايز إيه بالضبط فبيقول لها نفس الرد وهو إنه عايزها هي لإنه يبقى زوجها فبتضطر أنا تعمله على قد عقله وبتقوله إنها هتتجاوز جوزيف لإنه أكبر منه بشوية وإن في بينهم صفات مشتركة وبتكمل كلامها ليه بإنه وسيم لكنه لسه صغير فبيقول لها بكل سبات إنه يبقى شون زوجها وبيحذرها إنها هتتجاوز جوزيف فبتاخده برا البيت وبتسأل جيمي عامل الأمن عنه فبيصدمها إن اسمه شون وبتقعد أنا مع أختها لورا وبتقول لها إن الطفل طلع شون وفرد الأمن أكد لها نفس الكلام وبعدها هما الاتنين بيضحكوا على المزحة اللي اتعرضوا لها لكن بيبقى واضحة لأنا إنها تأثرت ولو للحظة وده لإنها كانت بتحب زوجها شون جدا ومازالت بتفكر فيه والصبح لما بتنزل بتلاقي جواب جاي لها من الطفل موجود على مكتب الأمن في عمرتها فبتحطوا في شنطتها وبتركب مع خطبها العربية وبيوصلها على شغلها ولما بترجع وبتقعد مع الأسرة ومعهم جوزيف بيفتحوا الجواب وبيلاقوا الطفل كاتب لها فيه بلاش تتجوز جوزيف فبيضحك خطبها على تصرفات الطفل الغريبة وبييجي الطفل تاني في عمرتها وبيتصاحب عليه جيمي عامل الأمن وبيقوله يقعد مكانه لما يخرج يشتري حاجة وييجي وبعد شوية جوزيف بيتصل على جيمي بيطلب منه يطلع لهم البيت فبيلاقي الطفل بيرد عليه وبيقوله إن شون وإن جيمي مش موجود فبيهزر جوزيف مع خطبته أنا وبيقول لها زوجك شون تحت لكن بعد شوية الفضول بياخد جوزيف وبينزل للطفل وبيسأله على مكان باباه فبيقوله إنه ساكن في نفس العمارة في دور من الأدوار العالية فبياخده معاه في الأسانسير وبيقوله إنه عايز يقابل باباه ولما بيطلع وبيخبط على الباب بتفتح له مامة الطفل وهنا بيتأكد إن الطفل فعلا اسمه شون بعد ما مامته نديت له بنفس الاسم وبيطلب جوزيف منها إنه يقابل والد شون فبيخرج باباه وبيكلمه وفي اللحظة دي بيتصل على أنا وبيطلب منها تطلع له الدور العلوي وبعد ما بيحكوا هما الاتنين للوالد على تصرفات ابنه بيتداهق منه وبيطلب من شون يوعدهم قدامه إنه ما يحاولش يظهر لهم ولا يزعجهم تاني فبيقولهم الطفل إنه مش هيقدر يوعدهم وبيفضل مركز نظراته على أنا بشكل غريب لدرجة إنها لما بتيجي تمشي هي وخطبها بيفقد وعيه ولما أنا بتشوفه بتستغرب من رد فعله وبعدها بياخدها جوزيف وبيخرجه وبيروحه المسرح لكن أنا بتكون قاعدة مش مركزة معاه ولا مع المكان اللي قاعدة فيه ومش فاكرة غير نظرة الطفل ليها وكأنها كانت تشبه نظرة شون زوجها ليها ولما بيقعد والد الطفل ومامته بيفكروا مع بعضه وليه ابنهم ممكن يعمل كده فبيحل للوالد تصرفات شون إنه بيهزر لكنه زودها فيهزاره وبعدها بتدخل مامته تصحيه من النوم علشان تتكلم معاه فبتلاقيه مش عايز يتكلم في الموضوع ولما الطفل بيروح المدرسة تاني يوم بيدخل الفصل متأخر فبتقوله المدرسة يروح للمديرة ويقولها على أسباب التأخير فبدل ما يروح للمديرة بيتصل من كبينة الاتصال على آنا وبيسيب لها رسالة صوتية بإنه عايز يقابلها في المنتزة وبيقول إنها عارفة فين المكان اللي هيتقابله فيه لكن إيلا نور مامة آنا هي اللي بتسمع الرسالة فبتستغرب جداً وبتروح تقابل آنا وبتغدسها في مطعم وهناك بتسألها ليه الولد الصغير بيبعت لها رسائل على البيت فبتستغرب آنا وبتقول إنها مش عارفة لكن بياخدها الفضول وبتسألها عن محتوى الرسالة فبتقول لها مامتها إنه كان عايز يقابلها في المنتزة وكمان واثق إنها عارفة المكان اللي يقصده وواثق إنها هتروح على هناك ولما مامته بتسيبها بتجري آنا على المنتزة وده المكان اللي كانت بتقعد فيه مع شون زوجها زمان وهناك بتلاقي الولد قاعد فيه فعلاً فبتتعصب وبتسأله إن كان بيلعب معاها لعبة طفولة علشان يتسل فبينكر ده وعلشان يأكد لها إنه صادق بيطلب منها تقول لدكتور بوب ييجي ويسأله أي سؤال وهو هيجاوب عليه فبتستغرب إنه يعرف بوب زوجه اختها لورا كمان وقبل ما بتمشي بتفكره بسنه وإنه لسه ولد صغير ومن بعدها موضوع الولد ده بيثير في ضول العيلة كلها وبيطلع بوب زوج لورا يتكلم مع الولد في بيته وبيقوله إنه هيسجله وبيبدأ يطرح عليه أسئلة كتير وبيشوف هيرده إجاباته هتكون إيه وأول سؤال بيوجهه ليه كان شون ساكن فين فبيقوله إنه كان بيسكن في الشقة اللي فيها أنا وبعدها بيسأله على الأماكن اللي كان شون شغال فيها فبيقوله إنه كان شغال معاه في المستشفى بتاعته وعمل معاه محاضرة هناك كمان ولما بيسأله المحاضرة كانت عن إيه بيرد شون إنها كانت عن انشطار الزرة وهنا الولد بيفاجئ دكتور بوب وبيقول إنه عارف إنه فقد شغله من فترة فبيتوتر بوب وبيقوله إنه ما فقدوش لكنه بيغير أماكن الشغل وإنه لورا زوجته حامل ومنتظرين طفل يجي لهم بالسلامة وبيسيبه وبينزل وتحت العيلة بتسمع التسجيل اللي سجله للولد اللي بيدعي إنه زوج أنا وهو شون المتوفي وروحه متجسدة فيه وبعد ما بيسمعوا التسجيل أنا بتطلخبط أكتر لإنه قال حاجات شخصية عن حياتهم مع بعض مفيش حد يعرفها غيرهم هما الاتنين وبينهي الطفل كلامه بإنه بيأكد إنه هو شون وإنه لسه بيحب أنا ومفيش حد فيهم هيعرف يغير الحقيقة اللي بيقولها وبينزل الولد مع مامته لأسرة أنا وبيطلب من الخدمة تجيب له عصير وبيقف بكل ثقة يسمع لورا وهي بتطلب منه يبطل كدب والدعاء عليهم وإنه مزدوج أختها أنا والغريب إن مامة الولد بتاخد أنا في قوضة لوحدها وبتشتكلها من ابنها وبتقول لها إنه بقى دايماً بيقول إنه ما بقاش ابنها وهنا أنا بتفجأها وبتطلب منها تسيبه ينام في بيتها الليلة وبتبرر طلبها بإنها هتكشف اللعبة اللي بيلعبها عليهم وبالليل الأسرة كلها بتشوف الولد وهو رايح يقعد على مكتب وبيقول لهم إن ده مكتبه اللي كان بيحب يشتغل عليه وفعلاً ده بيبقى مكتب شون المتوفي وبعدها بيقعد معاه خطيب أنا وبيختبره وبيسأله عن مكان دفن شون فبيجاوبه صح وبيسأله تاني هو يعرف أنا وشون اتقابله فين أول مرة فبيجاوبوا إنهم اتقابله على الشاطئ وبيلاقوا إجابته مظبوطة تماماً وتاني يوم بتروح أنا تزور أصدقاء العيلة كلافردو زوجتو لعرف بيتهم اللي راحوا لها حفلة خطوبتها وبتقول لهم إنها كانت سعيدة جداً بيهم لما شافتهم وبتحكي لهم إن فيه ولد ظهر في حياتها وبيدعي إنه هو شون زوجها وإنها عارفة إن اللي بتحكيه لهم نوع من أنواع الجنون لكنها بتقول لهم إنها كانت بتحب شون وإنها عايزاهم يستوعبوا كلامها ويقدروا حالتها وإنها قربت تصدق إن الولد ده فعلاً يبقى شون زوجها وإن روحه تجسدت في جسمه وجاي لها تاني بعد موته وبتقول لهم إنه لما جه وحضر حفلة عيد ميلاد مامتها كانت فاكراها مزحة سخيفة منه لكن لما بدأ يبعت لها في الجواب إنها ما تتجوزش من جوزيف ورد فعله لما عنفته قالت له ما يرجعش هنا تاني كل ده خلاها تبدأ تصدقه فبتتصدم كلارا وبتكون مزهولة إنها مصدقة إنه هو شون فعلاً ولما كلافرد بيلاقيها بتعيط بيسألها عايزاه يساعدها إزاي فبتقوله إنها مش عايزة ترجع تتعلق بتشون تاني وحبه في قلبها يمنعها من حب خطبها وبتطلب منه يجي يتكلم مع الولد ويطلب منه يبعد عن طريقها لإنها مش قادرة تعمل ده بنفسها وبتعمل أنا محاولة أخيرة مع الولد وبتروح له المدرسة وبتخده على كافية علشان تتكلم معاه بالعقل وبتقوله مش الراجل بيعول زوجته وبيطعمها وبيدافع عنها كمان وبتفهمه إن الحاجات دي ما يعرفش يعملها معاها ولو يؤفر لها ده فبيقولها إنه هيدور على وظيفة علشان يهتم بيها وبتخده وبتركب معاه عربية وبتقنعه هما ركبين بإن في يوم من الأيام هيقاب البنت وهيكون عمرها زي عمره وهيحبها وساعاتها هينساها لإنه بيتوهم شيء جواه مش حقيقي وبتخده على الحديقة وهنا بنلاحظ إن خطبها جوزيف بيكون واقفة رائبة وبتقعد آنا تتفرج على الولد شون وهو بيلعب وبتتصل على مامته علشان تطمنها إنه معاها ومن ضمن عادات أسرة آنا الراقية إنه في فرقة موسيقية بتيجي بيتهم وبتعزف على الألات الموسيقية وساعتها شون بيكون قاعد على كرسي وراء جوزيف بيسمع الموسيقى وبيفضل يضرب رجله في كرسي جوزيف وده بيديقه فبينفع العليه وبيقوم يضربه وكل الأسرة بتحاول تهديه لكنه بيكون في حالة من الغضب منه لأنه ظهر في حياتهم ولخبطها وبيضربه تاني لدرجة إنهم بيخافوا على الولد إنه يموت في إيده وهنا بيقرر جوزيف يلم حاجته كلها ويمشي من البيت لحد ما آنا ترجع لعقلها وفي اللحظة دي بيدخل كلافرد البيت وبيقابل آنا وأول ما بتشوفه بتقوله إنه تأخر عليها وبيدخل وراه الولد وبيشوفه وبيحضنه وبعدها بيوجه كلامه لآنا وبيقول لها إن الولد مش شون لكن المرة دي آنا بتصمم إنه هو شون ووقتها الباب بيخبط فبيروح الولد وبيفتح وبتكون كلارا لكنه بيكون مش عارف هي مين فبتطلب منه تدخل الحمام بحجة إنها هتغسل إيديها وبتقوله يدخل معاها ولما بيدخل بتكتبله على إيده بالألم عنوان بتها وبتقوله يجي لها هناك لإنها عايزة ضروري والغريب إن مامة آنا وأختها بيطلبوا من آنا تمشي الولد من البيت وهي مصممة يقعد لإن الوهم تمكن منها فبيهددوها إنهم هيتصلوا على مامته وهيخلوها تتصل بالشرطة لو فضل في البيت لكنها بتكون مصممة على وجوده معاهم وبعدها الولد بيروح على عنوان كلارا وبتقوله إنه هو مش شون وبتحكيله على سر خاص بيها وهو إن شون كان بيحبها هي ومش بيحب زوجته آنا زي ما كانت معتقدة ولما الولد معرفهاش فهمت إنه مش هو وبتوريه جوابات كان بيبعتها لعشون زمان وإنها كانت يوم خطوبة آنا كانت لفى الجوابات في هدية وهتدها لها لكنها تراجعت على آخر لحظة وبعدها خرجت دفنتهم في الأرض لكن بعدها راحت وخدتهم واحتفظت بيهم معاها تاني وفي اللحظة دي بيفوق الولد لإنه تخيل إنه شون المتوفي من كتر حبه في آنا وبتفهم إنه طول الوقت كان بيقهم نفسه مش أكتر وبعد أيام بتروح آنا المستشفى لأختها بعد ما ولد الطفلة وهناك مامتها بتنصحها تروح تصالح جوزيف ويتم زوجهم وكالعادة مش بتهتم الكلامها وده لإنها بقت مقتنعة إن الولد هو شون زوجها فعلا ولما بترجع على البيت بتتفق آنا مع الولد إنها هتستنى 11 سنة لما يكبر ويتم 21 سنة وبعدها هيتجوزه وهنا بيعترف لها إنه مش شون لكنه كان بيعمل كل ده لإنه بيحبها فبتتصدم لإنه كذب عليها ولإنها صدقته بسهولة وافتكرت إن روح زوجها المتوفي متجسدة فيه وبعدها بتروح آنا تتكلم مع خطيبة جوزيف وبتحاول تصلح خطأها معه وبتعتذر له إنها وهمت نفسها وصدقت ولد صغير وبتقول له إنها عايزة تكمل حياتها معاه ويتم زواجهم ويعيشوا حياة سعيدة ومستقرة مع بعض فبيسمحها فعلا وبيجي شهر مايو وبتحتفل الأسرة بزفافهم وهما سعداء بيهم ولما بتقف آنا بالفستان الأبيض تتصور مع جوزيف بتفتكر الولد اللي أهله قرروا يعرضوه على طبيب نفسي لإنه بيعتقد بأفكار في دماغه وبيصدقها وكمان بيتعامل معها على إنها حقيقة وهنا آنا بتكتشف إنها كانت صدقته لمجرد إنها كانت عايزة تهرب من فكرة إنها تتجوز من شخص تاني غير زوجها المتوفي وفي اللحظة دي بتسيب الفرح وبتجري على البحر علشان ترمي نفسها فيه فبيجري جوزيف وراها وبينقذها وبيحاول يهديها وبيمشي بيها ناحية الفرح لإنه كان مصمم إنه يتجوزها ويعوضها عن فقدانها لزوجها وهو كله أمل إنه يعيش معاها حياة سعيدة وبكده بينتهفل مننا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنتي علشان توصل لكل ملخصات HD فيلم